السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف نرى تشكيلة المتوقعين نادي ليفربول وأطلاتكم مادريد في دور أبطال أوروبا للجولة الرابعة من دور المجموعة قبل بداية الفيديو لا تنسى الاشتراك والاكلي الفيديو لنبدأ على بركة الله في تفاصيل في هذا الفيديو لتشكيلة الفريقين البداية مع نادي ليفربول والمدرب يولغان كلوب تشكيلة معهودة وهي 4-3-3 حرصة مرمى أليسون بيكير البرازيلي الحارس الأول والأساسي لنادي ليفربول خط الدفاع لدينا أرلوند، ماتيب، فاندايك، ورويرتون كذلك خط الدهداء المحهود لدى يورغون كلوب الذي يلعب مباراة كثيرة في الدور الإنجليزي ودور أبطال أوروبا ومن المتوقع المشاركة الرواعي الدفاعي أساسي خط الوسط لدينا لاعب الشاب جونس وفابونيوه هندورسون كذلك مع غيب إصابتنا بكيطة في المباراة الأخيرة التوقع هو وجود جونس في تشكيلة أساسية في خط الوسط أما خط المقدمة والهجوم بقيادة الفراعين محمد صلاح فارم فيرمينو وصاديو ماني كذلك تشكيلة المحهود لدى يورغون كلوب نقطة الوحيدة وهو يقدر أن يشارك لاعب جوة مكان فيرمينو لكن تشكيلة متوقعة بنسبة 95% لتشكيلة ليفربول أمام أتلاتيكو مادريد بدوري أبطال أوروبا أما بالنسبة لتشكيلة نادي أتلاتيكو مادريد الإسباني في مواجهة ليفربول كذلك المدرب دياغوسوميوني المحهود بشكيلة قوية دفاعيا وفي خط الوسط تكتور رائع لهذا تشكيلة متوقعة لنادي أتلاتيكو مادريد حرصة مرمى طبعا أبراك لا غنى عنه وهو الحائص الأساسي لأتلاتيكو مادريد جميع المسابقات والمباريات خط الدفاع لدينا هيرمونسون خيمينيز وصافيج كذلك الدفاع المحهود لدى سيمينو يلعب بدفاع رائع وقاوي وصالب ورائع من ناحية الدفاعية والسلامة أما خط الوسط لدينا البلجيكي كاراسكو توماس ليمار كوكي ديباوت وماركوس يورينسي كذلك تشكيلة في غياب أنتوان جريزمان بسبب بطاقة الحمراء هذه تشكيلة المحهودة في خط الوسط أما المقدمة في قيادة جواو فيليكس ولويس سواريس كما قلت غياب أنتوان جريزمان بسبب البطاقة الحمراء وهذه تشكيلة المتوقع لأتلاسي كو مادريد بنسبة 95% لمههودة فيربول وإلى اللقاء